سؤال من أخت زهرائية فاضلة هكذا تقول في سؤالها وفي رسالتها من أنني تحدثت عن رجعة رسول الله وأمير المؤمنين وسائر الأئمة صلوات الله عليهم لكنني ما تحدثت عن رجعة أم الحسن والحسين عن رجعة فاطمة تسأل أسائلة عن رجعة فاطمة أقول للأخت الفاضلة من أنني تحدثت عن رجعة فاطمة إذا ما رجعت إلى برامجي فإنني قد تحدثت عن رجعة فاطمة ولكنني تحدثت بنحو إجمالي لماذا؟ لأن الأحاديث التي عندنا التي وصلتنا ضاعت الأحاديث ضاعت أحاديث الرجعة مع أن عدداً كبيراً من أحاديث الرجعة قد وصل إلينا لكن الأئمة تحدثوا كثيراً وكثيراً وكثيراً عن عقيدة الرجعة وضاع الكثير منها الأحاديث التي بين أيدينا تحدثت بنحو إجمالي عن رجعة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لذا فإنني وفقاً لتلك المعطيات تحدثت بنحو إجمالي عن رجعتها صلوات الله عليها هناك أمر مهم بخصوص عقيدة الرجعة تارة نتحدث عن تأريخ الرجعة وحينما أقول نتحدث عن تأريخ الرجعة فإنني أتحدث عن تأريخ مستقبلي لا أتحدث عن تأريخ في الماضي فإن الرجعة تقع في المستقبل أتذكر في سالف السنين قرأت ترجمة لنبوآتي نوسرا دامس كان عنوان تلك الترجمة حدث غدا حدث غدا عنوان جميل ما يجري في المستقبل من الأحداث يمكننا أن نصف سرده من أنه تأريخ مستقبلي فتارة نتحدث عن الرجعة من هذه الجهة وتارة نتحدث عن حقيقتها عن مضمونها الحقيقي لابد أن أقول من أنني تحدثت كثيرا عن الرجعة أغلب حديثي كان عن تأريخها المستقبلي إنني ما تحدثت عن حقيقتها وعن مضمونها إلا قليلة تحدثت كثيرا عن الرجعة في برامجي عبر السنين الطويلة في أحاديثي في دروسي لكنني كنت أتحدث عن تأريخها المستقبلي ما تحدثت عن حقيقتها قد تقولون لماذا الثقافة الشعية ثقافة هزيلة الذين أتحدث معهم أشبع بالثقافة الطوسية وهؤلاء لا يفقهون حقائق العقائد مراجع حوزة الطوسي هم لا يحيطون علما بالتأريخ المستقبلي للرجعة فكيف بحقيقتها ولهذا فإنني تحدثت عن رجعة الزهراء بنحو إجمالي لأن حديثي كان عن التأريخ المستقبلي للرجعة وفي هذا الاتجاه فإن المعطيات التي وصلتنا محدودة لكنني في هذه الحلقة سأجيب على سؤال السائلة بحديث يتناول جانبا من حقيقة الرجعة كي تعرف أن الصديقة الكبرى لها المساحة الأوسع في مرحلة الرجعة فهي موجودة في كل مقطع من مقاطع الرجعة لماذا لأن الزهراء لها مقام الأمومة سيأتينا الحديث تباعا قطعا بحسب الوقت أنا لا أستطيع أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة سأجمل الكلام بقدر ما أستطيع كي يكون حديث نافعا للسائلة وللذين يتابعون هذا البرنامج في البداية سأضرب مثالا الأمثلة الحسية تكون مقربة من وجه وتكون مبعدة من وجوه حينما يكون الحديث في العقائد الغيبية وفي المطالب الدينية العالية لكننا ماذا نصنع فإننا بحاجة إلى استعمال هذه الأمثلة وأنتم تلاحظون القرآن وحديث الأئمة يستند في كثير من الأحيان إلى الأمثلة الحسية لتقريب الفكرة ولتسهيل المطلب ولذا فإنني أوجه أنظاركم إلى الوجه المقرب في هذا المثال وأن تغضوا النظر عن الوجوه المبعدة المثال الذي آتيكم به مجمع قصور سلطانية عظيمة مجمع عظيم لقصور سلطانية لسلطان عظيم في الأرض قصور له لنسائه لأولاده لبناته وكذلك لقادته لوزرائه مجمع سلطاني عظيم ضخم سيكون مزودا بكل شيء بالحدائق الغناء بمطار للطائرات بمؤسسات تسهر على حماية هذا المجمع بمؤسسات تتابع مختلف أنواع الخدمة وما يرتبط بالراحة والرفاهية والمتعة ستكون هناك اليخوت ستكون الطائرات منها صغيرة منها متوسطة ومنها كبيرة وستكون السيارات على اختلاف ألوانها وحجومها وتخصصاتها سيكون كل شيء يستطيعون أن يوفروه موجودا في مجمع القصور هذا في زاوية من زوايا حديقة بعض هذه القصور هناك بعض الكراسي توجد لراحة الحراسي والخدام الرجعة الرجعة هي هذا المجمع العظيم الضخم وهذه الكراسي كم لها من القيمة لا قيمة لها هذه الكراسي سأضرب لكم مثالا حدث السفياني حدث الخراساني حدث اليماني هذه الأحداث التي نحن مشغولون بها إذا أردت أن أقيسها إلى الرجعة هي بمثابة هذه الكراسي المتواضعة في زاوية من زوايا حديقة لقصر من هذه القصور تستعمل هذه الكراسي للحراسي الذين يحرسون ذلك المكان جانباً من ذلك المكان أي قيمة لتلك الكراسي لا قيمة لها بالقياس إلى هذا المجمع السلطاني العظيم هذه الأحداث العظيمة بالنسبة لنا كحدث السفياني كحدث الخراساني كحدث اليماني لا قيمة لها بالنسبة للرجعة وهذه الرجعة الأم فيها فاطمة الأم فيها فاطمة ففاطمة لها مقام الأمومة سيأتينا الحديث تباعاً فعرفوا منزلتها عقيدة الرجعة وعرفوا منزلة فاطمة قطعاً سنعرف ما نعرف بحدودنا بحدودنا لهذا دائماً أفتتح حديثي يا زهراء ولا أقول يا فاطمة لماذا؟ لأن فاطمة عنوان لذاتها وعقولنا قد فطمت عن معرفة ذاتها أما زهراء فهو عنوان لآثارها ونحن نتواصل من هذه الجهة معها معرفتنا بفاطمة بحدودنا هذا المثال جئت به كي أقرب الفكرة التي أريد طرحها بنحو إجمالي فهذا المجمع السلطاني العظيم الرجعة الأمومة السلطة لفاطمة لأنها هي الأم سائر التفاصيل التي نحن ننشغل بها في زمان الغيبة مثل ما قلت لكم كالسفياني والخراساني واليماني وسائر التفاصيل الأخرى هي أقل أقل منزلة وبكثير من تلك الكراسي التي قد وضعت في زاوية من زوايا حديقة لقصر صغير من تلك القصور إنه قصر تابع من توابع السلطان هذه الكراسي يجلس عليها حراس قصر تابع يتبع السلطان عرفتم الآن عظمة عقيدة الرجعة وعرفتم الآن ولو بالإشارة ولو باللمحة منزلة أم الحسن والحسين نذهب إلى فاصل موسيقى شكرا